منورنا يا محسن بي صدى لحضرتك إزاكة هاني انت زي الأمر اهو السلوات رقفة تورى لي صورة لي كتبارح كنت شابه الخروف الحاق أبويا برضو كان بيقولي كده بيقولي كده إنما إيه ده كله؟ بتوصيه بيه كده ليه؟ أصلا رقفة موصينا على حضرتك بزيز انت عرفت رقفة إزاي؟ في الكلية أصلا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية حبينا بعض بقى وبعد ما خلصنا المعهد رقفة دخل تجارة وأنا دخلت قداب وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال وهو دلوقت إيه؟ ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القضاء المتوترين ها انتوا مقدينها بقى أشهادات وما فيش جواز هنعمل إيه بقى يا باشا؟ ما إحنا عايزين نكون نفسنا ها ما انتوا بقى لكو تسع سنين بكونوا نفسيكم ما هو رقفة تشغال الصبح على التوكتوك وبالليل بيشتغل هنا وأنا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كومبيوتر وما اللي بتتقابلوا إيه دا؟ الفجر؟ لا طبعاً رقفة تشغال أمن على كومباون طول الليل لحد الصبح عايزين نخلص بقى من اللقصات اللي علينا اللقصات طهام وأنا ما عدني هنا غير اللقصات إيه الباشاك كبير قوي أما انت إيه اللي جابك يا دي رقفة؟ وأنا يا باشا مقدرش أطاود فرصة أشوف ساعدتك يعني وأضيعها انت ابن حلال، والله ابن حلال مش انت، انت ابن حرام انت مدخلش الفيلة ليه؟ ايه؟ طهت، طهت إزاي؟ ايه يا راجل يا فاك يا سمعيني بقى يا بنت انت مش فاهم إيه اللي حصل اللي مبارح حلالت فيه مصيبة وطبت على دماغي الراجل دواقح وقليل الأدب كان جاي عزي في جوزي أنا كنت فاكرة كده تهجم علي وضربني كان شارب وحالته زي الزفت معلش يا محسن بيه؟ البصة أصلا متأخرة ولازم تتبذي المهمة شوية فول بقى يا باشا عمولة مخصوص من عند الجحر كيف ترحلمي؟ دايما عامل يا باشا هو أنا الحيقة أطلب البوليس؟ أنا مدريتش بنفسي راجي يا بقولك أن حيقتلني يا الله بس دراست الجدوى بتقول إن القناة الفضائية هتخسرنا كتير الله مش أنت قلتني إن أي مؤسسة إقتصادية يلزمها مؤسسة إعلامية عشان تسمينها؟ كوبية ميرو سمعين يا فندم لو صبحت بعد إذن حضرك عايز أقول حاجة مهمة جدا المؤسسة إقتصادية نفسها مو محارة فهل من المنطق أننا عم نجيب مؤسسة إعلامية تسمين الإقتصادية؟ هذا سيزيد الإنياب بالله كلا؟ وبعين يعني كما تعلمنا ما حضرتك عندما دراست الجدوى ما احترامي لها دراست جدوى في كثيرة أحيانا بلا جدوى وحضرتك بقصدة أو بدون قصد عرصية كثيرة من قوعة الإقتصادية وأنا بتكلم من مطلق هذا هذا قد يكون جائس لحالات أخرى لك سهارة ملأة يا رأفة مالك أنا أسف جدا يا فاني سيادتك أنا أصلي أول مرة أشوفها بالنهار سيادتك تشوفني إيه؟ حسب تعليمات سيادتك أنا أديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت يعني إزاي إنتي بلومسي تشوفوه بيعتجي علي وتسيبوني بتمشوا أنا مش فهمة هو فكر كده؟ لا ده يبقى شفاك كويس قوي إن إحنا ما تسرعناش بصي إنتي عارفة كويس قوي ما حدش من دقيته عليا من ساعة المرحومة مات صح ولا غلط؟ وعارفة إنه هو جمي يجي ويعتذر لي بنفسه هل تأخر إطلاق قناة هندوي الفضائية له علاقة بأي خلاب بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 مفيش أي خلاب بيني وبين الدولة بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل إحنا بس عايزة أقول لحضرتكو على خبر جديد اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هندوي الفضائية إلى قناة أوبس الفضائية لأن بوبس بيدي معنى وقرعي انتمائي جغرافي بوبس بيبقى بيطرح طروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط فيه مفهوم بحراوي أبيضاوي فبيمتد انتماء اقتصادي وكمان ما ننساش إن غير النحل الإقصادية فيه نواحة أخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بالموزز برضو لو فيه باتكلم عنك فده يعني شيء طبيعي إن يكون فيه قناة بتلم هذه الموضعات كلها مع بعض بس أنا حضرتك شايف يعني إن قناة هندوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الأحمر والأمور البحر الأحمرية واضحة كما هي لي فهناي أه هناك دعنا عمراتي دع إنت الأحمرية أنت بارك إنت بتتدخل ليه؟ أستاذ موصنين يا ترك راك بوبوس الفضائية تنطلق من ميدانة الإنتاج الإعلامي؟ لا هي حتنطلق من هنا من قلبي بيتي بيتك؟ بيتك؟ بيتك يا روحومك احتليته؟ إيه فكر نفسك إيه؟ ها؟ هي فكراني بوشوان إيه؟ ربنا زيدك يا باش شكرا ملكي شكرا ملكي بgeon، بgeon، ب 지금 إمشيزهاك بabethك ب Roberta چنطلق قنا بدأ لتب�� اللے دي؟ أي لاحنا البادلة دي أي لاحنا يلا هادي با ب vocês هلين إتما عفنهم من التان ايه لعل هدوم دي؟ قلع ده كمان؟ إيه لا؟ لحتى رحته مع الفينا راخر وازدار كان بيأكل زيت قروع وازنع على كل حتة في جسم واد البنطلون كمان يانهر اسود ومنيل؟ لابس البوكسر بتاع المرحوم؟ الف رحمة ونور تنزل عليه إيه؟ إيه لا على البوكسر ده؟ ما هذا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل إيه لا؟ طب ليه ما بتقولي ليش يا قلع القميس؟ اشمعنا البوكسر يعني؟ إيه انتا مش هتجبها البر خالف أنا حاجة بقى مش هتجي بقى هتجي لها القروفطة وهتجي لها على الأميس وهتجي لها على البوكسر هتجي لها يعني هتجي لها ما حاجة فهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي ليه ستة مش كويسة؟ قذرة سفلة منحطة انتب استنى بس يا لطفي نديها فرصة تانية فرصة؟ فرصة إيه يا هالة؟ يا ستة فضيالنا أساساً عايزان نشوف إيه أكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت هيا فوق وهو تحت لطفي لطفي استنى يا لطفي محدش حاجة محدش حاجة ترجمة نانسي قنقر 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 أرى إيه؟ أرى إيه؟ أرى إيه؟ ورده يعملوا حاجة الأصفر مع الأحمر أولاً يا محشن بيه أنا بعتذر جداً طم تيجي أنت بقى تاخدي إيه؟ واحدة حمرة وواحدة صفرة وناخد إيه؟ واحدة صفرة وواحدة حمرة كاكتير وإيه؟ همي 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 أولاً يا محشن بيه أنا بعتذر جداً من تصرفات مهجة هانم اللي ديقت حضرك أنا مش عايزي اعتذرات أنا عايز فلوس تأكد يا محشن بيه أن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم بس حضرتك عارف عهل البلد ولذلك أنا بقترح أنت ما تقترحشي السرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي هم؟ مش عايز قلب الدماغ وحياتك حباته وينة ولا إيه؟ ماشي بقولك يا أنا خدي ديقة هدايا الموجهاني فضل السلام ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كلا؟ إيه بقى لا دي تعور والله؟ أه يعني بلاش؟ بلاش أه بعدين؟ أه فليها بها صدر قرار من نيابة بتسليم الأصر للبنك بكثب محتوياته هتفضل معاني شوية لغاية ما نعمل جرد للأصر اللي أنت كنت حارس عليه في بطرة التحفز طيب أنا هسيبكوا تجردوا تحت وأنا هجرد فوق واللي يجرد الأول يقولي التاني أنا جرد ها؟ عشان ما نضيها الشوية ها؟ أه